شو تغير بعد ما حكيت أنجلينا جوليي وضمنت مع غزة؟ وشو بيعني إذا سوزن سارندن لبست الكوفية والظهرت بواشنطن دعم لأهل غزة؟ وقد دي رح يأثر رأي مارك رفلو أو أم واتسون بقرار الحرب والسلم من الآخر تضمنن ما رح يوقف الدمار ولا رح يوقظ الأطفال ولا رح يقبع الاحتلال من مكانه ولكن هو ضرورة بيظل الحرب الإعلامية والإعلانية والرقمية اللي عم تدير إسرائيل وحلفائها بالعالم المنشورات هي اليوم جزء من المعركة الديرة على وسائل التواصل وبلشنا نشوف يمكن تأثيرها عبر تظاهرات شعبية حول العالم ولو ما كان الحديث مهم ما كنا شبنا أشخاص عم يتهددوا ويتحاربوا ويتعاقبوا على خلفية دعم غزة غريتا تومبرد مثلاً أشهر نشطة منيخ بالعالم تعرضت لهجوم حاد بعد إعلان الصريح عن تضامنها مع فلسطين وزارة التعليم الإسرائيلية قررت إلغاء أي ذكر لإسمها للمناهج المدرسية برأيي كل كلمة تضامن من مؤثر معقولة ساهم بتشكيل الوعي عند الرأي العام خصوصاً إنه معظم النجوم المتضامنين مع غزة عندهم مصدائية وخلفية ثقافية وبنوا مواقفهم انطلاقاً من قراءة التاريخ واهتمامهم بحقول إنسان عجليين عجليين؟ اعتبرت إنه غزة كانت سجن كبير وصارت اليوم مقبرة جماعية مثل هيدا الكلام ممكن يساهم بكشف أكاذيب الاحتلال وهما جيته وهون أهميته حتى لو وصل مأخر شوي عن وقته مين أكتر مؤثر أعجبك؟ موقفه وهل يمكن إنه منشورات المشاهير تغير فعلاً شي على أرض الواقع؟ خبروني أنتو شو رايكم؟